بقى حديث الساعة واتصدر الترند واتقال عنه انه بيتحرش بالفتيات وكان رده انا ماليش دعوة بالموضوع ده والناس هي اللي خلتني ترند يا ترى احكاية الشيخ التجاني اتصدر الشيخ صلاح الدين التجاني مواقع التواصل الاجتماعي وبقى حديث الساعة وده بسبب الكلام عن محاولاته للتحرش بالفتيات وهو واحد من ابرز اقطاب الطرق الصوفية في مصر وشيخ الطريقة التجانية هناك يعني ليه مكانة كبيرة بين المريدين الترند ده كان بسبب انه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور بيزعم فيها ان هي بتوصق محاولاته للتحرش ببعض الفتيات وده خلاه يتخذ اجراء ضد العاملين المنشورات دي علشان يوقف الكلام وفعلا حرار محضر سبق قصفه وتشهير ضد كل اللي كانوا بيساهموا في المنشورات دي من ناحية تانية خرج بنته اسمها خديجة خالد وقالت ان هي تعرضت لصدمات نفسية بسبب الشيخ التجاني كمان اتهمته بالتحرش وقالت ان هي لسه بتتعالج من الاصر النفسي للموضوع ده من سبع سنين كلامها اثر في كتير من الناس بس الامور ماوقفتش لحد هنا والدة خديجة طلعت تنكر كل اللي قالته بنتها كمان دفعت عن الشيخ صلاح الدين التجاني وحاولت ان هي تشوي صورة خديجة وكأنها يعني بتبالغ في مشاعرها او تفكيرها يعني العيلة اتقسمت الموضوع بقى مصير للجدل بشكل كبير والكل بقى بيسأل اتجاني قرر يرد على الموضوع وقال ان الحالة النفسية اللي بتعنيها المدعية كان سببها والدها وان هي حاولت الانتحار اكتر من مرة لكن هو كان بيسعى للاصلاح فقط خديجة كانت بتعتبر والدها كمان هو كان بيعتبرها بنته ومفيش مشاكل لا بينها ولا بينه بس فجأة لقى ابوها بيقول لخديجة ان هي قربت تخلص وان ابنه كمان قرب يخلص وعاوزين ان احنا نناسب بعض لكنه ما رفضش اتجاني كامل كلام وقال انا عندي ملايين المريدين وتواصلت معها وطلبت منها صورة حلوة لابني علشان تلفت نظره ولايت ابني بيكلمني من امريكا وسألني عن سر ارسال الصورة واخبرته دون اعلامه بحالتها النفسية وفعلا تواصلته معاه وكان اول حديث ما بينه قلت له كل حاجة بتتعلق بحالتها النفسية بس هو صرف نظر واعتذرت للدكتور خالد الامر مر ببساطة لكنه ما مرش عندها هي ببساطة اتجاني كمان كشف ان هو عنده مسؤولين عن صفحات السوشيال ميديا وقال عندي عشرة ادمن واوقات كتيرة صفحاتي بتتهكر ولما بتكلم مع الناس بكون ببساطة ودون احاقات اما عن الكلام اللي اتقال عنه فقال ان هو بيقول للناس لفظ مشتاء ووحشتني لكل اللي في الشات المتداول مش بس لانا اللي باعتها كمان وضح موقف ليه مع خديجة لما قدم لها المبركة والتهنئة على زواجها موسيقى